موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطلبات الأعزاء طلبة الصف الرابع لابتدائي وأولياء أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم إنجليش فور يو أهلاً ومرحباً بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم إنجليش فور يو ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات حل المهام الأدائية الرسمية للوزارة للصف الرابع لابتدائي وإن من المكرر إن شاء الله أنه نحن هنمتحنها يوم الأربع عشرين أربعة زي ما نحن متفقين أنه دوة جدوى الموحد على الصف الرابع لابتدائي كله يعني كل ربع ابتداء يوم الأربع القادم إن شاء الله هتمتحن الدراسات وتكنولوجيا المعلومات العربية للمدارس العربي تكنولوجيا المعلومات لغات للمدارس اللغات والمدارس التجريبي وتجريبي لغات طبعا وهنمتحن مادة الماس ومادة الرياضيات وجب التنويه وإحنا بننزل حل مهام الأدائية بتاعت آخر يوم إن احنا نشكر السادة المدرسين الأفاضل كل مدرس ساهم بحل ولو سؤال واحد من الأسئلة بتاعت المهام الأدائية اللي نزلت بنشكره بنقوله جزاك الله خيرا عن أولادنا الطلاب دلوقتي إحنا هنحلم مع بعض المهام الأدائية بتاعت تكنولوجيا المعلومات اللي إن شاء الله المدرسة هتختلك منهم مهمة واحدة الفيديو فيه خمس مهام جاية من الوزارة كل مدرسة هتختلوا طلابها مهمة واحدة فيديو بسيط المهام بسيطة وحلها بسيط يعني مش هتحتاج أكثر من أنت تسمع الفيديو في مدة مش هتكمل عشر دقايق هتلاقي نفسها خلاص فهمة المهمة وحتعرف تروح تحلها وتجيب الدرجة النهائية بإذن الله يلا مع بعض زي ما احنا متعودين بسم الله الرحمن الرحيم ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف معانا المهمة الأولى من مهام الأدائية لمادة تكنولوجيا المعلومات للمدارس العربي المهمة الأولى بتتكلم عن أخلاقيات ومسئوليات التعامل مع شبكة الإنترنت وبيقول لي صمم مطوية توضح فيها أخلاقيات ومسئوليات التعامل مع شبكة الإنترنت إحنا أخذنا الدرس وعرفنا إن وإحنا داخلين على الإنترنت كده إحنا لنا حقوق وعلينا واجبات لنا حقوق وعلينا مسئوليات لازم نلتزم بالمسئوليات اللي علينا ولازم نأخذ الحقوق اللي لنا ما نجيش على حد ومحدش ييجي علينا هنا في المهمة بقى بيقولنا اكتب لي إيه هي المسئوليات اللي المفروض نلتزم بيها والاخلاقيات اللي المفروض نتعامل بيها عبر شبكة الانترنت يلا مع بعض نحل المهمة الحل الاول المهمة من احد المدرسين الافاضل اللي للأسف انا مش عارفة اسمه بوجه له الشكر والتحية اهو اخلاقيات ومسؤوليات التعامل مع شبكة الانترنت قال لي مثلا اظهار سلوك ايجابي في التعامل مع الاخرين على شبكة الانترنت لما بتتعامل مع حد على شبكة الانترنت تتعامل بالاحترام تتعامل بالالفاظ اللائقة تتكلم كويس تنشر بوستات كلها إيجابيات تدل على فعل الخير تعلم حد طريقة حاجة معينة يستفاد منها عشان يبقى لك الأجر والسواب تنشر بسمة أمل تدي لحد تفاؤل يعني تحاول أن أنت تظهر السلوك الإيجابي في التعامل مع الآخرين عبر شبكة الإنترنت تاني حاجة هنستخدم الإنترنت في ظل احترام القانون يعني أنا وأنا بستخدم الإنترنت يعني ما اختاركش خصوصية حد ما أخدش معلومات عن حد ما أخدشش أتجسس على الناس أو أن أنا أخد صور لناس مثلا فتح الصور بتاعتها ونس ما عرفهاش وأخد الصور بتاعتها وأستغل لها بعد كده أن أنا أعمل فيديوهات موسيقى ليهم أو أن أنا أتنمر على الصور دي أو أن أنا أخالف القانون بأي حال من الأحوال لازم أنا بستخدم الإنترنت أحترم القانون لأن كمان في عندنا قانون للإنترنت طيب وجرائم الإنترنت جرائم بيحاسب عليها القانون وبتصل برضو لحبس وسجن وبتصل لعكوبات قصية جدا طيب كمان لازم الحرص عند مشاركة المعلومات أو المواد أن أنا أحترم حقوق الملكية الفكرية يعني أذكر المصدر أنا دلوقتي جبت المهام الأدائية دي جبتها منين؟ جبتها من الوزارة طيب المهام دي في منها محلول أنا اللي حلاه في حاجات أنا حلاها وفي حاجات أنا واخد حلاها من مدرسين الحاجة اللي أنا واضح لها من المدرسين وعرف اسم المدرس ووجب علي أن أنا نوه وأشكر المدرس اللي حالل هذه المهمة وأقول له شكرا لأن ده من حقوق الملكية الفكرية بتاعته لأن ده مجهوده هو هو الحالل تمام؟ طيب يبقى ده عند مشاركة المعلومات لازم أن أنا أحرص على احترام الحقوق الملكية الفكرية لما يأخد بوست من حد أكتب البوست اللي أنا أخدته ده أخدته من مين؟ لو أنا حتى مش عارفة مصدره بس هو مش كلامي بس أنا بنزله على أساس أنه هو رأيي أو أنا مكتلعة به أكتب تحت أنه هو منقول يبقى ده يعني إيه على سبيل الأمانة وعشان إعطائكم لذي حق نحقه وعشان حقوق الملكية الفكرية أو لو أنا جايبا من الموقع من المواقع أسكر المصدر بتاع الموقع اللي أنا جايبا منه كمان أنشر الأفكار الإيجابية وعدم نشر الإشاعات وترويجها خبر مش متأكد منه منشولوش غير لما أتأكد منه ولو خطأا مني أو سهوة نشرت حاجة مش متأكدة منها السباكة اللي تجذبها أو إنها إشاعة أو إنها غلط يبقى أعتذر وأقول يا جماعة الخبر ده غلط والمصدر اللي كان جايبه وأنا جبته منه اعتذر وقال إن المصدر ده غلط والمعادة الصحيح مثلا يوم كذا أو الكلام الصحيح كذا يعني أصلح غلطتي لما أنشر حاجة وتطلع من الصح أبلغ الناس إن الموضوع دوت من الصح وأمسح بقى اللي أنا نشرته عشان ما سهمش في نشر الإشاعات أو الأحسن إن أنا أتحرط دقة ومنشرش الحاجة قبل ما أتأكد من صحتها يعني ولما أجي أخذ مصدر لمعلومة أخذه من المواقع الموصوك فيها طيب كمان تأييم استخدامك للإنترنت بشكل دائم لعشان تحرص أن أنت ما تضيعش وقتك لأن طبعا أن أنت تعتوني اليوم على الكمبيوتر والإنترنت وكده ده هيسبب توطر هيسبب مشاكل صحية في ضعف النظر ويجيب لك غضروف في الأبتك وغضروف في العمود الفقري فلازم تأييم استخدامك تستخدمه مثلا ساعة في اليوم ساعتين لو أنت بتعمل شغل أكتر من كده يبقى ماكسيموم ثلاث ساعات في اليوم على أساس أن أنت بتفيد حد أو بتشرح منهج أو بتعمل حاجة شغلك من خلال الإنترنت بس لازم تراعي برضو أن أنت تقيم استخدامك عشان الوقت ما يسرقكش وما تقعدش قدامه لساعات طويلة تضرب صحتك بعد كده كمان عدم الكرصنة أننا ما عملش هاكينج على معلومات حد ولا على حساب حد ولا على شغل حد تمام يبقى عدم كرصنة المحتوى عشان بهدف أننا أستخدمه أو أتداوله مع الآخرين دي من أخلاقيات والسلوكيات والمسئليات اللي وجب على أي حد داخل الإنترنت أنه هو يتعامل بيها واللي هيعمل عكس كده أولا هو كده ما بيحترمش القانون فهو كده في ظل القانون مجرم وعليه عكوبات كمان قدام ربنا هو كده غير أمين وبيعمل سلوك غير سوي وربنا كمان هيعجبه عليه طيب مدرس آخر الأستاذ حسن المليجي جزاه الله خيرا حلل هلنا برضو بأسلوب تاني أو بطريقة تانية طبعا الحلين صح الأسهل عليك اختاره عامل لي زي مكرنا كده مقسم لي المسئوليات ومقسم لي الحقوق المسئوليات مثلا أيل لي عليك ألا تكون بمشاركة محتوى الآخرين دون موافقتهم يبقى أنا ما نفعش إن أنا أخد بوست من عند حد أو أخد صورة من على صفحة حد أو أخد رأي هو كذبه وأعمله شير عندي من غير ما أستأذن صاحبه لازم على ألف به زوء إن أنا أستأذن صاحب هذا المنشور إن كنت أشاركه أو ما شاركوش طيب شاركت بالمنشور أسكر المصدر عشان مراعات حقوق الملكية الفكرية فأقول إن أنا وغدا مثلا لحل بتاعي المهمة دي من عند الأستاذ حسن الميليجي وهكذا طيب عليك بالتحلي بالسلوك الإيجابي والأخلاقي في استخدامك للإنترنت لازم إن أنت تنشر كل ما يدعو للخير لنشر الخير تعليم دين سمحة نشر علم نافع بالمجان لمساعدة الطلبة حل أسئلة مثلا صعبة المساهمة مثلا في نشر علم نافع وهكذا يبقى أنشر كل ما يكون فيه سلوك إيجابي وأخلاقي لما أجي أستخدم الإنترنت طيب عليك كمان إن أنت زي ما قلنا نقيم استخدامك للإنترنت هل هو إيجابي أم سلبي أنت بتفيد غيرك بتقعد كم ساعة بتقعد بقى تتفرج على يعني فيديوز مثلا مسلسلات برامج يعني حاجات كلها ترفيهية آه الحاجات دي برضو بيقى فيه جزء منها مفيد بس مش إن أنت تضيع وقتك كله فيه لا أشوف بقى أنت بتعرف تساهم في إن أنت تساعد حد لتنشر معلومة تنشر سلوك سوي وهكذا الحقوق بقى إن ليك حق الحماية من القرصنة على ملفاتك وإن محدش يشاركها دون موافقتك كمان ليك حق التواصل والتفاعل مع الآخرين لنشر أفكار إيجابية للمجتمع لأن الإنترنت دا سلح زوحدين لو استخدمته صحة هيبقى مفيد جدا للمجتمع فإن أنا أنشر فكري سوي فإن أنا أنشر تعليم دين سمحة فإن أنا أنشر مبادرة للخير فإن أنا مثلا أعمل مبادرة حياة كريمة على الإنترنت وأفهم الناس وأوعيهم بتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية فإن أنا أعرف الناس مثلا حملة زي ساعة تؤجر أن أنت لازم تحاول تساعد غيرك عشان ربنا يساعدك أن أنا مثلا أعمل حملة مثلا فيديوز بساعد بيتطلبة بالمجان وبشرح منهج كل الحاجات دي نشر خير ونشر أفكار إيجابية للمجتمع على العكس بقى من نشر الصور المخلة أو الألفاظ البذيئة أو الحاجات اللي تضر بالمجتمع واللي لا القانون هيرضاها ولا ربنا هيسامح فيها وهيكون فيها ضرر على المجتمع كله فالمفروض لما أجي أتواصل وأتفاعل مع الآخرين أني أنشر أفكار إيجابية للمجتمع كمان لي الحق في مشاركة الملفات والمعلومات والحصول عليها من عن الإنترنت ولكن مع ذكرى مصدرها طالما مش أنا أساس المعلومة وجايبة المعلومة من حد أو مصدر أو موقع وجبت الأمانة وحقوق الملكية الفكرية أني أسكر المصدر أن أنا جايباه منه كمان لك حق استخدام الإنترنت طبعا في أي وقت وفقا وفي أي مكان بس وفقا للقانون يعني أتفرج على المسموح أن أنا أتفرج عليه وفقا للقانون وأبعد عن الحاجات المخلة أن ما ينفعش أن أنا أتفرج عليها أو اللي هتسيق لي أو اللي هتضرني أو اللي هتتعبني أبعد عن المحتوى الغير قانوني اللي هو المحتوى اللي بيدوع للإرهاب اللي فيه أكل اللي فيه ضرب اللي فيه أي سلوك عدواني أو أي سلوك غير إيجابي تمام؟ طيب يلا نشوف المهمة اللي بعد كده المهمة اللي بعد كده اللي هي تصنيف أدوات التواصل لمتزامن وغير متزامن طيب يعني إيه متزامن وغير متزامن؟ يعني أنا أثناء اتصالي بالإنترنت بعدت لحد رسالة لما يكون الرسالة أن أنا بعتها دي سواء رسالة كتابية أو فتحت محادثة فيديو وبكلم حد أو غرفة من غرف الدردشة ده معناه أن اللي قدامي بيشاركني الرد على هذه الرسالة في نفسي ذات الوقت يبقى ده كده اسمه اتصال متزامن أنا بتكلم وانت بترد علي ببعث لك وانت بترد عليها في نفس الوقت في نفس اللحظة يبقى ده تواصل متزامن إنما التواصل الغير متزامن إن أنا ببعث لك مثلا بريد إلكتروني سواء لشخص سواء لشركة في انتروفيو في تقديم لأي حاجة وبعدين لما صاحب البريد الإلكتروني ده بيفتحه ويلاقي الرسالة ويبقى موجود متصل بالإنترنت يبتدي يرد علي يبقى ده كده اسمه تواصل غير متزامن معناه أن احنا بنتواصل مع بعض بس مش في نفس ده اللحظة ده هو لما بيدخل بيبقى يرد إيه علي طيب ده كده مبدأين عرفنا يعني إيه تواصل متزامن وغير متزامن هنا بقى بيقولي في المهمة إيه صنف أدوات التواصل التالية إيه متزامن وغير متزامن موضحا أي أداة تفضل استخدامها مع التعليل يعني أنت هنا بيقولك غرفة الدردشة هتقولي ده متزامنة ولا غير متزامنة البريد الإلكتروني ده تواصل متزامن ولا غير متزامن الرسائل الفورية ديه متزامنة ولا غير متزامنة محاسة الفيديو متزامنة ولا غير متزامنة وهتختار أي واحدة من دولة هتفضلها في الاستخدام وتقولي السبب لو هتفضلها هتفضلها ليه يلا الحين المهمة مع بعض غرفة الدردشة طبعا أنا بدخل وبتكلم وبكتب رسائل واللي موجودين معايا في الغرفة دي بيردوا علي في نفس ذات الوقت فعشان كده ده بيبقى اسمه نوع من أنواع التواصل المتزامن لأن بياخد الرد في نفس اللحظة طيب البريد الإلكتروني زي ما احنا اتفقنا احنا بنبعت الرسالة اللي عايزين نبعتها على البريد الإلكتروني ولما صاحبها بيدخل ويفتح البريد الإلكتروني لو اتصل بالإنترنت توصل له الرسالة يبقى يرد عليها فعشان كده دوت هيكون تواصل غير متزامن الرسائل الفورية اللي هو المسج بقى اللي انت بتكتبها سواء بتكتبها في المزينجر أو بتكتبها على الواتس وبرضو بتاخد الرد بتاعها في نفس ذات اللحظة فيبقى دوت المفروض ان هو تواصل متزامن لأن الرد بتاخده في نفس ذات اللحظة محادسة الفيديو انت بتعمل محادسة بالفيديو فبتتكلم صوت وصورة شايف اللي قدامك بيرد عليك في نفس اللحظة فطبعا ده هيكون برضو تواصل متزامن يبقى غرفة الدردشة والرسائل الفورية ومحادسة الفيديو ده كلها كده بنقول عليها تواصل متزامن إنما البريد الإلكتروني هو بس اللي بنقول عليه غير متزامن طب لما يجي يقول لك بقى وضح انت بتفضل تستخدم أنهي أداة من دول وقول السبب ليه طبعا أفضل شيء في التواصل هو محادسة الفيديو ليه؟ لأنه بيسهل عليك وبيجعل هناك إمكانية للتواصل مع الأصدقاء والأسرة وطبعا بنحرص من محادسات الفيديو منفعش أفتح كاميرا أو حتى أعمل مكالمة صوت فيديو مع ناس معرفهمش لازم إن مكالمة الصوت أو حتى الصورة تكون مع أصدقائي مع أسرتي مع الناس اللي دخلين بيتي ودخل بيوتهم وعرفاهم واجها النواجه وعرفاهم في الحقيقة زمايلي في المدرسة زمايلي في الشغل قريبي جيراني الناس اللي أنا عرفاهم وطبعا برضو وأنا بتكلم في محادسات الفيديو أبقى بكامل احتشامي أبقى بحجابي وبكامل لبسي وبكامل احتشامي تمام؟ عشان الأمان وعشان الخلقيات وعشان الدين وعشان حيات كتير جدا فوجبها التنويه برضو إن محادسة الفيديو لازم فيها نراعي إيه؟ الأصول وإن يتم التواصل مع الأصدقاء والأسرة والناس المقربين اللي بعرفهم معرفة شخصية طيب يلا نشوف المهمة التالتة طيب المهمة التالتة عايز نموذج نعمله على برنامج الجداول الحسابية برنامج الإكسل والمفروض إن في النموذج ده هذكر ثلاث أسماء من أصدقائي وهذكر المواد الدراسية اللي بيحبوها أصدقائي وهذكر هواياتهم المفضلة وهستعين بالشكل ده عشان أكتب عليه كنوع من أنواع النماذج الموجودة على برنامج إكسل للكتابة بداخله طيب يلا نحن المهمة سوا يبقى المهمة بتقول لي تصميم نموذج للتنفيذ على برنامج الجداول الحسابية إكسل وبيقول لي عزيزي الطالب طلب منك معلمك إنشاء جدول على برنامج إكسل يتضمن البيانات التالية ثلاث أسماء من أصدقائك المواد الدراسية المفضلة لهم هواياتهم المفضلة ويمكنك الاستعين بالشكل التالي لبرنامج إكسل للكتابة بداخله طبعا باجي في خانة هنا بكتب الأسماء وقدام الاسم بكتب المادة المفضلة وبكتب الهواية المفضلة أنا أصحابي إسمهم عبد الرحمن ومحمد وفيروس عبد الرحمن مثلا كانت المادة المفضلة اللي بيحبها العلوم وكانت هواية كرة القدم محمد كانت المادة المفضلة لديه اللغة العربية والهواية المفضلة الكراءة فيروس كانت المادة المفضلة التكنولوجيا المعلومات والهواية المفضلة الغناء اكتب أي اسم ثلاثة من أصحابك واختل ليهم مواد مفضلة ليهم واختل ليهم الهواية المفضلة بتاعتهم يبقى أنت كده عملت نموذج على برنامج إكسل تمام زي ما احنا شايفين الموضوع سهل خالص والمهمة بسيطة جدا طيب يلا نشوف المهمة لبعد كده المهمة الأدائية الرابعة بيقول لي تصنيف المصادر لمصادر موسوكة ومصادر غير موسوكة يعني ايه مصادر موسوكة؟ يعني مصدر معترف بي وموسوك وكل المعلومات اللي عليه بتكون معلومات صحيحة لا تقبل الشك ولا تقبل الإشاعات وما تقبلش الأهواء الشخصية وما بتبقاش غلط أبدا يبقى معلومات موسوك منها فدي اللي بنسميها مواقع موسوكة مواقع تانية بقى اللي بتحتمل ايه؟ بتحتمل الأراء رأي شخص ورأي شخص آخر فإنت رأيك صواب يحتمل أن يكون خطأ والرأي التاني خطأ يحتمل أن يكون الصواب فإن ده رأي شخصي ممكن تكون انت بتقول بتتكلم صح ممكن انت بتتكلم صح من وجه نظرك انت بس هو غلط موسوكة وهكذا فدي بنقول عليها مواقع غير موسوكة طيب هنا بيقول لي عزيز الطالب أمامك مجموعة من المواقع الإلكترونية الموسوكة والغير موسوكة أو الموسوكة والغير موسوكة وده علامة صح أمام شاشة المواقع الموسوكة وعلامة خطأ أمام المواقع الغير موسوكة تحت كل صورة من الصور دي وطبعا موجود معنا الرابط المخصص للدخول إلى المواقع فمثلا موقع الفيسبوك طبعا موقع الفيسبوك بينشر شائعات يامة وبينشر معلومات مغلوطة يامة ومعظم المعلومات اللي علي بتكون نبعة من الأراء الشخصية زي ما اتفقنا كده رأي صواب يحتمل أن يكون خطأ ورأي خطأ يحتمل أن يكون صواب وفود أن الفيسبوك دوت ما يبقاش من المواقع الموسوكة طيب بنك المعرفة المصري بنك المعرفة المصري كل المعلومات اللي عليه هي معلومات مؤكدة هي معلومات علمية معلومات وصلوا بيجيليها عن طريق التعلم وعن طريق الأبحاث وكل من عليه من معلومات معلومات صحيحة ما فيهاش نسبة واحد من ألف في المية خطأ فيبأ إذن بنك المعرفة المصري موسوك طيب مثلا المصر الرقمية طبعاً دي هيئة من الهيئات الحكومية فطبعاً برضو المواقع الحكومية طبعاً المعلومات اللي بتكون فيها بتكون معلومات موصوكة موقع مثلاً زي اسمه happening now حد عام المدونة طبعاً المدونة دي بيبقى فيها مجموعة من الناس اللي برضو بتعبر عن قراءها الشخصية وانتماءاتها بقى واحد بيشوف الأحمر لون مفضل وأجمل لون واحد تاني بيشوف الأحمر ده لون وحش والأزرع ده أجمل لون فطبعاً الأراء دي بتغدع للأشخاص يعني قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة فطبعاً تبقى موقع غير موصوك يبقى أنا لما أجي أحل المهمة هقول إيه؟ هقول إن الفيسبوك ده موقع غير موصوك لأنه بيبقى فيه شائعات كتير وبيبقى فيه أراء مش كل اللي فيه معلومات مؤكدة فطبعاً حطيت جنبية علامة الإكس علامة خطأ لأنه هنا موقع غير موصوك بنك المعرفة المصري طبعاً دوت موقع موصوك وزي ما احنا قلنا كل المعلومات اللي فيه لا تقبل الخطأ بنسبة واحد في الألف حتى في المية فعشان كده هو موصوك فحطيت عليه علامة صح مصر الرقمية طبعاً موقع حكومي خاص ببيانات حكومية فطبعاً كل البيانات اللي عليها تكون صحيحة مية في المية فطبعاً موقع موصوك اللي هي الهابنينج ناو دي مدونة حد عملها فبرضو بتخضع ليه الأهواء والقراء الشخصية فطبعاً موقع غير موصوك وحطيت قدامه اكسي الفيسبوك والمدونة موقع غير موصوك إنما بنك المعرفة المصري ومصر الرقمية هي مواقع موصوكة يلا نشوف المهمة الخمسة المهمة الخمسة بيطلب مني تصميم لوحة إعلانية طيب اللوحة الإعلانية دي عن ايه؟ تعالوا نقرأ المهمة بيقول لي عزيزي الطالب تقوم الدولة بالعديد من المشروعات المهمة منها مبادرة حياة كريمة اللي ما يعرفش إيه هي مبادرة حياة كريمة دي نوع من أنواع المبادرات اللي أين بيها الحكومة بتتبرع بيها الحكومة بمبالغ من المال والناس برضو الأشخاص بيتبرعوا بأموالهم زكاتهم وصداقتهم من أجل بناء الكرة من أجل تعمير المناطق المصرية القديمة من أجل نشر الوعي فيها إن احنا نبني لهم مدارس نعمل لهم مستشفيات نعمل لهم بيوت أدمية ندخل لهم مية نفهمهم أهمية التعليم للولد والبنت نفهمهم خطورة الزواج المبكر نفهمهم خطورة قصرة الإنجاب نفهمهم إن الزيادة السكنية هتؤدي لكثير من المشاكل ولازم تنظيم الأسرة وإن الصحة الإنجابية للمرأة لازم نهتم بيها المرأة مش أرنبة طوال تخليفنينا سبع وعشر عيان وما تلاقيش تأكلهم بعد كده هي دي مبادرة حياة كريمة اللي مش فاهم ومش عارف فبيقول لي بقى ارسم لوحة إعلانية تتضمن بعض العبارات أو الرسومات اللي هتشجع زملائك إنهم يشاركوا في المبادرة مراعيا طبعا الهوامش والخط والحجم والألوان وحجم الصورة وإذا رغبت في رسم صورة داخل اللوحة عادي يعني اكتب بقى بانر كده واكتب فيه العنوان اللي انت عايزه والعبارة اللي انت هتحسهم بيها إنهم يشاركوا فيه مبادرة حياة كريمة ولو عايز ترسم صورة أو تعمل شعار خاص بيك يعني اعمل مفيش مشكلة بمنتهى البساطة كده كتبت بالبونت العريض حياة كريمة لكل مصري والكل مصرية عملت حياة كريمة لكل مصري وكل مصرية هو ده شعار الإعلان أو شعار اللوحة الإعلانية بتاعتنا إن احنا عايزين كل مصري وكل مصرية يعيشوا بأفضل حال يتعلموا ياخدوا أفضل نوع من أنواع التعليم ياخدوا أفضل رعاية صحية يلاوه أتيومهم يعيشوا في بيت أدامي يوصلوهم من مية يعيشوا حياة كريمة هو ده ملخص للحياة الكريمة يبقى عايزين حياة كريمة لكل مصري والكل مصرية كده احنا خلصنا مع بعض حل المهام الخمس لتكنولوجيا المعلومات طبعا هم كانوا خمس مهام كل مدرسة هتختار لطلابها مهمة واحدة المهمة عليها 35 درجة بتتحل في حسطين دراسيتين اللي بيحلها مع الطالب هو مسؤول المادة المدرس اللي بيشرح المادة هو هيبقى متواجد في الفاصل في الحسطين دي المفروض ان الطالب بيروح معاه ادواته بيروح معاه الكتاب بتاعه المهمة دي بتبقى اوبن بوك الطالب مسمح له ان يطلع الكتاب بتاعه ينقل منه اي معلومة هو محتاج ان هو ينقلها عشان يكتبها صح وما يغلطش في الاملاء بتاعها والمدرس بتاعه في الفاصل بيساعدوا على حل هذه المهمة ومهمة واحدة بس هي اللي بتختار له وبيكون عليها 35 درجة حضوره وسلوكه في الفاصل تنظيمه نظافة الورقة خطه الكويس ياخد 10 درجات 25 درجة بقى على حله للمهمة وانه هو يحلها صح بتمنى لكم كل التوفيق طلب الوحيد عندكم ترفعوا معايا حملة ساعة تؤجر اتفرجت على الفيديو استفدت منه عجبك ما تنساش اللايك عشان الفيديو يهلى واكبر قدر ممكن من الناس يشوفوه يستفادوا هم كمان ما تنساش صاحبك ما تنساش زميلك ما تنساش جارك ما تنساش قريبك اللي ممكن يستفاد هو كمان بالمعلومة دي وتوصله المعلومة دي بالمجان ويستفاد هو كمان وانسهل عليه فتعمله منشن وتعمله شير ساعة تؤجر اللي انت هتساعده دوت ربنا هيجعلك اللي يساعدك بعد كده فاحنا عايزين دي زكاة علم تفضل كده دايرا ما بيننا توصل للجميع وتوصل لكل من يريد علم نافع بالمجان ان شاء الله وربنا يجعلها في مزان حسناتنا وحسناتكم بإذن الله اي حد محتاج اي حاجة رسلوني عبر صفحة منارة العلمي انجليش فوريو ادخلوا من غير سلام ولا كلام قولوا عايزين الحاجة الفنانية بل زما في مدة كزا لسنة كزا شرح الجزئية دي حل الجزئية دي هتلقوني تحت امركم على قدر المستطاع هعمل لكم اللي انتو عايزينه ما تنساش بقى انا وانت ما شاركتش لحد دلوقتي في صفحة منارة العلمي انجليش فوريو على الفيسبوك تروح تشترك وتفعل الفولو وتعمل المفضلة اولا او المشاهدة اولا عشان تشوف كل اللي احنا بننزله وتفعل الاشعارات على الكل عشان يوصل لكل اللي بننزله وتروح على اليوتيوب تعمل مشاركة في قناة منارة العلمي انجليش فوريو على اليوتيوب وتفعل برضو الاشعار على الكل لان صفحة الفيسبوك بيكون عايز فلوس عشان الصفحة تكبر وتفضل واحنا يعني ما بنا خدش فلوس احنا عامنين العلم ده مساعدة لابناءنا الطلاب زكاة علم فمش هندفع فلوس كمان عشان ننشر الصفحة فعشان كده هم دايما بيهددونا يعني باغلاقات للصفحة وبيجينا انزلات وحاجات كده فعشان نفضل متصلين مع بعض يبقى عندنا قناة اليوتيوب نقدر ان احنا برضو نتواصل ايه عليها فما تنسوش بقى تفعلوا الاشتراك هنا وهنا وما تنسوش تدعموني بان انتو لو الفيديو عجبكو انا مش بقولك يعمل لايك لو الفيديو معجبكش لا انا بقولك لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنسانيش بقى في اللايك عشان غيرك كمان يستفاد شكرا على حسن الاستماع كانت معكم منارة العلمي انجليش فوريو with my best wishes thank you and goodbye a b c d e f g h i j k l m n l p q r s t u v w x y and z now i know my abc's next time won't you sing